تحولت تربية دود القبابي عند بضر الدين هجرسي من مجرد هواية إلى مجال للاستثمار يدر عليه أرباحا تقيه شر البطلة فقد خصص غرفة في بيته لتربية هذه الحشرات التي يراها البعض شيئا مقززا في حين قد تكون مصدرا للثراء مراحل الأساسية هم ربع مراحل الأساسية لتربية الميل وورم الذي هو الدود القبابي البيض المرحلة الأولى الذي من قد ر Torres نشوفوه بالعين المجردة المرحلة الثانية وهو الدود المرحلة الثالثة هي الشارانق المرحلة الرابعة هو تحول الشارانق إلى خنفوس دود القبابي ناتج عن يرقات الخنفوس السوداء التي تمر عبر أربعة مراحل في حياتها من بينها مرحلة اليرقات التي تستعمل كغذاء للطيور والأسماك فنسبة البروتين فيها عالية وغذاؤها الأساسي هو الشوفان ونخالة القمح أو الخضروات والفواكه معاشرة خمفوسة في ظرف أسبوعين تقدر تخرج كمية واحد كيلوغرام مقدرناش نسوقوه ونديرولو تسويق لأن ماهوش الناشط هذا ماهوش دخل لا في التجارة ولا في الفلاحة والحاجة اللي رأني مخصوص فيها يليق لونغار هكذا ولا محل كبير في قاراج والدعم باش نقدروا نصدروا فتحت هذه الحشرة الصغيرة البابة لأحلام كبيرة عند بدر الدين الذي يطمح أن ينمي مشروعه فهو لا يحتاج سوى للصبر والعناية المستمرة للحصول على إنتاج جيد